في حاجة في قلبي ودي أقوله قبل يعني واحد الحين يعني في بريك يشرب ويسوي اللي هي دربة الإنجليزية متعية خصوصا لو توفقت فيه وعرفت تمشي فيه صح حتستمتع تلاقي انك ماشي صح بذكاء بحب بعشق بترتيب اذا ما فهمت امرك ملاح تستانس فيه وتمشي فيه صح راح تكون نحيوس لكن لو فهمت تستمتع تلاقي الناس تمشكلوا مثلا كيف امارس او البعض يقولك ليش هذه معناه هنا كده ومعناه هنا في الامور الاختلافات هذه انت خلاص تحديت المرحلة بيه نفس مثلا فكرة القتاوة ماشي الهم المفتر فلاني قال كده وهذا وكده الحق واحد بس اتبع واحد وما اوجيه راسي ها يعني ما اتبع الشبهات في ناس يحرص عليها هذا الامور لما اعقلت الحياة الله يعينك لكن انا مستمتع ان انا من ذنه وعلا خلاص سلمت اموري طيبة ومستمتع قبالا الخدامة بالانجليزي اسمها هاوس كيبر او ميد كيف اتفاهم محا كيف اعطيها الاوامر كيف اقول لها شغلك كده سوي كده اغسلي نظفي مسحي وإلى اخره اشو الله فلي بوي سامو لارو مقيل بيه متاشي نرسام ناس يدس باري ستارت هولاب وينو منت صلوت صلوا وسلم عنا بينا محمد اللهم صلي وسلم عنا بينا محمد زيدو النبي صلاة اللهم صلي وسلم عنا بينا محمد هنبدأ بالصالة وغرفة النوم طبعا بحكم كلها اوامر الافضل ندخل معها كلمة بليز عشان الشخص الاخر يسويلي طلبي بادب وباحترام حتى ما يشمئز ويكرهني حلو ثم نسمع انحاشة الخدامة وإلى اخر الافلام المعروفة عموما هذا الشي يمثل كل شخص بأسلوبه ونظامة اول كلمة بنستخدمها هي تايدي اوب تايدي اوب هي نفس كلين فكلين معانا معنا هي ثاني كلمة كلين بمعنى ينظف او نظف اقدر اقولها كلين بريز مثلا حلو لكن تايدي اوب معناها نظف ورتب رجع كل شيء في مكان عيالي مثلا حاسوا البيت اقدر اقولها ايش تايدي اوب ذا بيد روم او تايدي اوب ذا بيد معناها رتبي ونظفي السرير ممكن على السرير فيه ألعاب العيال حاسوا الغرفة كلها تايدي اوب ممكن احنا في الليفنج روم اللي هي الصالة اقولها تايدي اوب يعني رجع كل شيء في مكانه في غرفة المعيال نفرض غرفتي كلها نظيفة ولا بغاية تدخل في ايش ابغاها فقط تعدل او تضبط او ترتب السرير اقول لها make the bed please make the bed please يعني فقط رتبي وعدلي السرير عشان الخدامة تكنس وتنظف الارضية سواء في غرفة النوم في المعيشة في البيت كله هنحتاج ثلاثة اشياء واحد هنحتاج vacuum vacuum اللي هي المكنسة الكهربائية معناها مكنسة كهربائية وايضا يكنس بالمكنسة الكهربائية اذا هي اسم وفعل vacuum اثنين هنحتاج broom بروم بمعنى المكنسة هذه يدوية المكنسة حلو مكنسة طيب يكنس نقول sweep يكنس سويب طيب الثالثة هي mob او ماب موب او ماب ماب اللي هي الممسحة تحتاج انها في البداية مثلا تعمل sweep للفلور للارضية ثم بعدين ايش مابت فاذا كاوامر هتأتي vacuum the bedroom daily معناها اكنسي غرفة النوم يوميا vacuum the living room daily معناها اكنسي ايش قراءة الصالة بشكل يومي mop the floor مثلا twice a week mop the floor twice a week mop the floor twice a week امسحي الارضية مرتين مثلا في الاسبوع three times a week براحتكم اقدر اقول مثلا sweep sweep the stairs معناها اكنسي الدرج sweep the stairs ممكن اقول لها mop the kitchen امسحي ارضية المطبخ واضح الماب دائما معناها ينمسح بالممسحة الماب هي برض اسم وفعل ممسحة وايضا يمسح نفرض انها نظفت الصالة قلت لها نظفي وسوي كل حاجة لكن بقي في غبار على التيفي على الشي سمون هذه الطاولة في الصالة الكومدينات وهذه عموما فاهميني انتم صح طيب فيها غبار كيف اقول لها انفضيها من الغبار انفض حاجة من الغبار معناها نقول دست الغبار اصلا بمعنى دست و ايضا دست بمعنى ايش انفض يعني وخر ونظف الشي هذا من الغبار فاقول لك دست دست مثلا دا تي في معناها ايش نظف التلفزيون من الغبار حلو اقدر اقول مثلا يوز ذا دستر دستر اللي هو هذا عرفتوه اللي فيه ريشة مدني ايش من انواع الطيور فا يوز ذا دستر دست هذا دست ديس ون مثلا او دست ذات ون او دست وريفر انت اختار براحتك استيت توند خليك معنى ان اخر الفيديوهات راح اوليك سر هيفيدك كثير يلا نروح دور تلمياتك رمون بالنسبة للفلور اللي في الحمام اللي هي ارضية الحمام ما تنفع محها ايش موب ما تنفع عنا المسحة بالممسحة كلها نعرف نحتاج كلمة مهمة اللي هو فرق دعك نقول ايش سكراب سكراب بمعنى ادعك اقدر اقول يوز ايش ذا برش يعني استخدم ايش الفرشة فسكراب ذا فلور سكراب ذا فلور يعني ايش ندعك ايش الارضية سكراب ذا فلور ادعك الارضية هذا شي مهم خلاصة الحين واضح كل شي في الحمام هنقول سكراب كلين واضح الحمام ما يحتاج فيه اي شي فيه ناس غسلون ملابس في الحمام تكرمون فيه ناس في المطبخ ما دل يوان تحضون غسالتكم الغسالة عموما بمعنى ايش واشن ماشين واشن ماشين ابي اقول لها اغسلي الملابس اقول لها ايش دو ذا لانجري دو ذا لانجري لانجري انت شوفها النطق اللي احنا قويس لك دو ذا لانجري حلو؟ يعني اغسلي الملابس كلمة لانجري من الكلمات العجيبة هي معناها مغسلة مو مغسلة لنغسل فيها يدنا مغسلة لنغسلنا لن نغسلوب لننا حلو؟ ايضا معناها الثانية وهو الاهم من الاول اللاه ملابس متسخة ما معناها لانجري طيب ايحنا نقول لها دو ذا لانجري معناها ايش اغسري الملابس المتسخة اثنين ا perpendicular ابغي اقول لها مثلا حط الملابس في إيش الغسالة فأقول لها إيش put the laundry into the washing machine put the laundry into the washing machine جهزي الغسالة نحطي فيها الملابس الوصخة وأسلوب آخر نقول load load the washing machine load the washing machine يعني هي تحط لك الملابس إنت تكملي واضح بديت الغسيل في البيت وانشغلتي أو بديت الغسيل في البيت وظهرتي من البيت ثم ذكرتي ملابسك في الغسالة بديت إيش الغالة بديت إيش الغالة بديعطيها خبرتي بتقولين ميدا طلع الملابس من الغسالة طلعيهم من الغسالة نقول لها إيش unload unload the washing machine unload the washing machine unload the washing machine معناها ظهر الملابس من الغسالة طيب يا فتحي أنا بنقول لك طبق الملابس نقول إيش fold the clothes fold the clothes الملابس أدري لبعض ونتو قد تي اتش إيش اللي بكلمة close إيش closes أدري هذه من الأخطاء الشاعر في النط لكن براحتك انطق هذه ما تبغى في هذه fold the clothes حلو طبق الملابس طيب إنشر الملابس نقول hang them on مثلا close line close line بمعنى حبل الغسيل هذا اللي نشر طيب لو أبغاك تنشرهم داخل البيت مثلا بره تمطر فنسميها close rock close rock close rock اللي هي ما دلوش نمونا والله والله ما عرف عزوبي والله ما عندي ذلك هذا اللي تنشرون في هذه الملابس داخل البيت عرفتوها أهلا عزوبيه على الكنف أهلا عزوبيه على البيت اهلا عزوبيه على البيت اهلا عزوبيه على البيت اهلا عزوبيه على البيت ما معنى حديث بالإنجليزي هو iron كيف أقول طيب اكوي هو iron ما معنى المكوى الكاوي بالإنجليزي هي iron فبقول لها اكوي للبس هذا مثلا أقول لها iron this one iron that one iron my dress iron أي شيء iron these اكوي ذولي iron the clothes اكوي ملابس iron the clothes براحتك تقول TH اعلم بمعنى اكوي كذا انا حرفيا نخلص باقي المطبخ وهذا الشي مهم جدا لكن تعاوا نطلع رحلة مهمة جدا مع بعض بي ذير او بي سكوير لو فاتك الفوتا الماني لدينا المطبخ طال عمرك مع هذا الحبيب الكتاب يقولنا نحرص يكون انجريش عربك نحصله في مكتب الجرير في السعودية خارج السعودية ما عندي ادنى فكرة هذا هو خلص صورة عشان تاخذ ليش احتاج الكتاب هذا انا نحن تعلمت الاوامر لكن اسماء بعض الامور انت ما شرحت اسمين احنا عارفينها نروح في الكتاب هذا للفهرس بسرعة 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 ندور حلو انا ابغى اروح وين 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 المطبخ صح؟ هذا المطبخ ولا كتشن كم رقمه؟ اربعين نروح لصفحة اربعين وين اسه اربعين 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 هذا احنا جينا هذا احنا هذا احنا هذا اربعين كل شي انا احتاجه في المطبخ موجود هنا معطيني اياه بالرقم والصورة حلوان وابدأ اخذ الرقم والصورة وطبق محها بنفس الكلمات يعني اخذنا قبل شوي كلمة سكراب قلنا بمعنى ايش؟ يفرك طب تعال شوف مكتوب مثلا رقم ستة اللي هي السنك طبعا لا تحاول تقرأ زيي حاول انك دخلها في قاموس لو ما عندك اصنر خلفية عن قراءة دخلها في قاموس علف المطق تعال رقم ستة هنا قال صح؟ تعال نشوفها هذه هي السنك اقولها افركي افركي لا تقصليها بس اقول لها لكن ابيها تفرك فيها والله لحم فيه دم فيه زيت فاقول لها مثلا ايش؟ سكراب يعني ايش؟ افرك المخسلة والو مجره خذ كل شي تبغى ظاهر امامك مطبخ كامل الحياة بشكل عام عشان كده انا اعطيتكم رؤوس الاقلام والتكمن عليكم الكتاب هذا بالنسبة لي جنة ما اقدر اتركه طب لا تجد لمطبخ عشان توريه